مرحبا حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير ياريت اذا حبيت الفيديو تضعوا لايك واذا انتم اشتركوا فيي معكم نيلي مع اطياب وصفة ملضوم البطاطا يلي مقاديرة 750 غرام لحمة مفرومة كمية من البغدونس 850 غرام بطاطا كيلو بندورة حجم صغير بصلة مفرومة حبيت فليفلة مفرومة معلقة كبيرة بنادورة التوابل ملح فليفلة حمرة شطة فلفل اسود وبهار وكاري بودريد توم وزنجبيل بدنا كاسة ماء اول شي بناخد لحمة والبصل والبغدونس ونخلطون مع بعض نخلطون منيح كملت البغدونس وبعدين التوابل كله بنحطه بصحن واحد اللي هو ملح فليفلة حمرة شطة فلفل اسود بهار كاري بودريد توم وزنجبيل وخلطناهن مع بعض التوابل كله وبعدين نحط معلقتين حطيت من التوابل للحمة ونخلطون مع بعض البطاطا نكون مجهزين ونقشرين ونقطعين حلقات ونحط باقي التوابل بقلب البطاطا مع زيت زيتون قليهم بالقلايا الهوائي اذا ما عندكم قلايا هوائي تقلوها قلي عادي بس انه مو قلي كامل نصق قليه يعني هيك وبعدين قطعنا البندورا هيك حلقات وبعدين مناخد قطع اللحمة انا وزنتهن كل قطع ثلاثين جرام هيك مشان نتلعوا القطع كلها متل بعض بعد ما وزنتهن هيك نعملون دوائر ونحطون نجهزون كلهم هيك نعملون دوائر نضغط عليه شوي نعمل دوائر نضغط عليه شوي هيك بجهزون كل المقدار اللحمة بعدين منجيب نصف بطاطاية ولحمة وبطاطا ولحمة وبنادورا ولحمة وهيك منصفه متل مشايفين دوائرين مع بطاطا ولحمة ودور مع البنادورا وهيك صفيتهم كلهم طبعا مدهون بيريكس بالزبدة وبعدين بلشت اصف منصف هنا الصورة بطيئة اسفة ما انتبهت ونكمل نكمل صف واذا البنادورا منصف منصف كما انتبهت ترى كيف قصيت هاي من تحت وكيف تصير كله نفس الحجم البطاطا وضل بطاطيات الزايدة حطيتهم على الطرف بعدين اضعت كاسة ماء سخنة وضعت لها دبس بنادورا وباقي التوابل وضعت كمان زيت فوقه ودخلته الفرن الفرن على الميتين بده ساعة وهي مسكرة هيك بده ساعة بعدين رجعنا فتحنا وخليته نص ساعة من عشرين دقيقة لثلاثين دقيقة وهو مفتوح بالفرن على الميتين وهيك بعد ما طلعوا وصارت وصفتنا جاهزة واشالله عجبتكم الوصفة واذا عجبتكم لا تبخلوا علينا بلايك وكومنت حلو وشكرا لمتابعتكم حتى النهاية وقدر اهتمامكم ووقتكم الثمين وإلى اللقاء في وصفات قادمة هيدو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة